بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اعزائنا طلاب صف السادس الابتدائي بدرس جديد من كتاب الطالب lesson 1 الوحدة الاولى اوكي هذا عندنا unit 1 الوحدة الاولى lesson 1 الدرس الاول الوحدة الاولى page 6 page 6 صفحة 6 طيب هذا الدرس راح ناخذ او راح نتعرف على اعضاء العائلة my family my family يعني عائلتي عائلتي من شنو تتكون العائلة يعني راح نتعرف على الاسماء لتشير الى العائلة الاب والام الجد والجدة الخال كل هذه الكلمات راح نتعرفها نتعلمها بهذا الدرس طيب راح نيجي بالبداية احنا عندنا هنا مجموعة من الكلمات اوكي راح نربطها معها هذي الصور فرح نيجي بالبداية نعرف هذه الكلمات ونعرف معانيها عند الكلمة الاولى اللي هي كلمة brother brother اللي هو الاخ عندنا الكلمة الثانية اللي هي كلمة grandmother grandmother اريدك ترددوا ياي grandmother grandmother اللي هي الجدة الجدة عندنا كلمة sister sister اللي هي الاخت وعندنا اخر شيء كلمة grandfather 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 اللي هو الجد يعني ابو ابوك او ابو امك هذا انسمي grandfather نيجي على نربط هذه الكلمات هسا مع هذه الصور عندنا الصورة الاولى هو حاليها هذه grandmother mother اوكي مدام هذي اه هذا الجراند father سوري فهذا هو الجد اللي بصفة هي الجراند mother يعني هذه الكلمة اوكي نزلها هنا نزلها بهذا الفراغ جراند mother جراند mother تمام طيب طبعا هذا الجد هو ابو ابوية ابو هذا الفاذر هذا الفاذر بمعنى ابوية فهو ابو ابوية وهذه الجدة هي ام ابوية رح ننتقل من ناحية الام اوكي هس حاجين من ناحية الام من ناحية الام عندي هم جد و جدة يعني ابو امي و ام امي ابو امي همين اسمه grandfather هذه الكلمة ننزلها هنا ايه جراند father والجدة جراند mother تمام عندي المادر هنا ايه الام اخو الام من هو اللي هو الانكل من هو الانكل يعني انكل اللي هو العم او الخال تمام اوكي هنا ايه دا احتي مي اني هذي سيستر 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 يعني الاخت و عندي هنا هذا brother تمام عندنا هنا الكزن ابن العم وبت العم همين cousin نفس الكلمة لان هذي الكزن تجي بمعنى ابن عم او بت عم فهذا نرجع على ردد الكلمات brother grand mother cousin uncle sister grand father و شكرا